اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حافظه الله ورعاه جعلت مملكة البحرين نموذجا ملهما في ترسيخ التسامح والانفتاح الحضاري نعم جاء ذلك لدى لقاء سموه حافظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيلة وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الكاردينال لويس انتونيو تاغلي عميد مجمع تبشير الشعوب حيث رحب سموه بالكاردينال لويس انتونيو مشيرا سموه الى ان استلهام قيم التسامح والانفتاح من تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف ونشر قيم المحبة والتسامح منطلق اساسي في سياسات مملكة البحرين وتوجهاتها يدعمه ما يمتاز به ابناء الوطن من الالتقاء حول القيم الوطنية الجامعة والقائمة على الانفتاح على الجميع لافتا الى ان المملكة تعرص دوما على تعزيز المبادرات الساعية لتعزيز ثقافة التعددية والحوار ايمانا منها باهمية ذلك في دعم التقارب بين الشعوب والثقافات وتكريس السلام من جانبه اعرب الكاردينال لويس انتونيو تاغلي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشيدا بما تتميز به مملكة البحرين من بيئة حاضنة لكافة الثقافات ومشجعة على التسامح والتعددية والتنوع الفكري ترجمة نانسي قنقر